قتل تسعة مدنيين وأصيب آخرون بجروح بينهم أطفال ونساء جراء قصف طائرات حربية وبرجات روسية في البحر المتوسط لمدن وبلدات في ريف إدلب وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن البوارج قصفت بعدة صواريخ باليستية أهدافاً بريف إدلب في حين قالت مصادر محلية إن أحد هذه الصواريخ استهدفت محيط مدرسة بالقرب من بلدة بينين بالتزامن مع غارات جوية على المنطقة هذا وأعلن مركز الدفاع المدني في خانشيخون خروج المركز عن الخدمة بسبب الغارات الجوية التي استهدفته خلال الأيام الثلاثة الماضية